يشارك البنك الأهلي المصري في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 بالمدينة الخضراء شرم الشيخ وذلك بحضور هشام عكاشر رئيس البنك ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبة رئيس مجلس إدارة البنك وعلى هامش المؤتمر يشارك البنك في توقيع اتفاقية مشتركة مع بنك مصر وبنك القاهرة لتمويل جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية آيف دي بمبلغ 140 مليون يورو هذا بالإضافة إلى منحة بمبلغ 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي